هذا الصبر العظيم الذي رأيناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع خلق آخر يكمله وهو الحلم يقولون الصبر نقيض الجزع يعني إذا ما صبر تلقى يجزع ويفقد يعني تماسكه فيصرخ ويشقه هذا نقيض الصبر أما الحلم فهو نقيض الغضب الحليم هو الذي لا يغضب أوضح الفرق بصورة أخرى يقولون الصبر هو تحمل المكروه مثل التصرفات التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لما فقد عزيز شيء يكره فقد عزيز مرض عضال كارثة تصيب الإنسان فقدان مال وضياع مال هذا يعالج بالصبر أما الحلم متى يأتي لما شخص معين يعامني معاملة سيئة فالحلم هو كف النفس عن الثأر أو مقابلة الأذى بالمثل أما الصبر فهو تحمل المكروه النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف مثل موت أولاده ولا نحوها ولا الفقر الذي كان يصبر صلى الله عليه وسلم لكن لما كان يعامل معاملة سيئة ولا يساء إليه كان يصبر ويحلم ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين وزع الغنائم فواحد منها الأعراب الطماعين قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله يعني أنت عادل يا محمد فحمرت وجنتان رسول صلى الله عليه وسلم لكنه كظم نفسه قال يرحم الله شوفوا يعني في هالموقف اللي كان مفروض يعني يؤدب هذا الذي تجرأ وقال هذه الكلمة مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسك نفسه هذا الحلم الحلم أن إنسان يمسك نفسه وهو يستطيع أن يثأر فأمسك نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا بني إسرائيل جنّا وموسى عليه السلام من تصرف سيء إلى تصرف أسوأ ومع ذلك صبر فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا يقول يرحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ذكر نفسه بالحليم بالصابر حتى يقتدي به ونحن نذكر أنفسنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به والله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حليما خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وذكره بهذا المعنى في عدة آيات والكاظمين الغيض والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين طبعا كظم الغيض إن الإنسان بس يمسك نفسه أما الحلم فهو يستطيع أن يثأر ومع ذلك يمسك نفسه يعني أحيانا الإنسان يمسك نفسه لأنه عاجز هذا يسموه كظم غيض لكن يمسك نفسه وهو قادر هذا يسميه حلم وتجلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف مع عبد الله بن أبي مع عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول سيد المنافقين زعيم المنافقين تظاهر أنه مسلم وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات ويعني كان يستغل هذه المواقف لأجل أن يطعن في الإسلام وهو الذي دعا إلى بناء مسجد الضرار لينافس المسجد النبوي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقة في إحدى المعارك في غزوة بني المصطلق كانت هناك تصرفات هوجاء من هذا المنافق الكبير عبد الله بن أبي بن سلول وتجلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبرا وعفوة تجلت في تعامله مع هذا الرجل ترجمة نانسي قنقر